خلينا نروح لموضوع تاني يا أحمد ونروح دلوقتي لزمالتنا جرمين إبراهيم مراسل صباح الخير يا مصر عشان نتابع معاها فعليات مؤتمر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية واللي تم فيه إطلاق منصة تعليمية لمعايير اعتماد المعامل الطبية ودي أول منصة رقمية من نوعها على مستوى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا جرمين صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا وسانتو صباح الخير على أحمد وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان زي ما قلت إحنا موجودين معاكم من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عشان نتابع معاهم تفاصيل إطلاق المنصة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وهي منصة تعليمية خاصة بمعايير اعتماد المعامل الطبية عشان نعرف طبيعة عمل المنصة وإيه الخدمات اللي هتقدمها يسعدنا أن يكون معانا دكتور إسلام أبو يوسف هو نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية صباح الخير يا دكتور برحب بك في البداية لو عرفنا المشاهدين عن المنصة وإيه الهدف من إطلاقها بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة الهيئة بصدد إطلاق منصة تعليمية متخصصة للمعامل الطبية المنصة ديه الأولى من نوعها في الدول العربية والأفريقية هذه المنصة مختصة بتدريب وتعليم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمعامل والمختبرات الطبية على معايير الجودة والاعتماد للمعامل الطبية اللي بنستهدفه بالمنصة دي إن المعايير توصل للمعامل بحيث إنها تكون متطبقة في جميع المعامل بحيث إنه لما أي واحد من المواطنين يروح ياخد خدمة تحاليل طبية في أي معمل معتمد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يكون عنده ثقة تامة في نتائج هذه التحاليل وإنها تمت وفقاً لأعلى معايير الجودة وإن هذه النتائج دقيقة ويمكن الاعتماد عليه نقدر نقول إن الخدمة دي بتستهدف مين يعني مين بيتم استهدفه وهل في عدد تقريبي للمعامل الطبية اللي بيتم استهدفها الخدمة دي بتستهدف جميع المعامل والمختبرات الطبية الموجودة في مصر وعادتها أكثر من عشر تلاف اللي بنستهدف أصلاً بالمنصة التعليمية هو عضاء المهنة الطبية الأطباء والفنيين والعاملين في المعامل الطبية بحيث إنهم يفهموا كل ما يخص معايير الاعتماد الخاصة أو معايير الجودة الخاصة بهذه المعامل اللي أصدرتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية علشان يقدروا يطبقوا هذه المعايير لازم يكونوا عارفين إزاي يطبقوها وعارفين إيه هي التيبسان تريكس أو إيه هي الحاجات اللي هيحتاجوا يعملوها علشان يكونوا مطابقين تماماً لهذه المعايير في معاملهم مع تطبيق هذه المعايير نقدر نعلى بمشتوى جودة تحليل الطبية اللي بتقدم في المعامل الطبية وبالتالي يبقى المواطن أو الطبيب لما يطلب لحد من المرضى بتوعه تحليل يكون واثق في نتيجة هذا التحليل ويقدر ياخد عليه قرار طبي سليم يخدم به المريض بتاعه لو بنتكلم عن معايير إيه هي طبيعة المعايير؟ هل هي معايير خاصة بتقديم الخدمة أو التعامل مع المرضى؟ نقدر نتكلم عن إيه المعايير دي؟ المعايير بتغطي جميع أنحاء تقديم الخدمة من أول التعامل مع المريض التعامل مع الطلب بتاع التحليل نفسه التعامل مع عينة الشيء اللي هيتحلل سواء كان دم أو 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 التحليل نفسه التكنيك أو تقنية التحليل نفسه وما بعد التحليل والتأكد من التحليل لأ كمان التعامل مع الأجهزة والرياجنس أو المواد دي كما هو اللي بتستخدم في التحليل وإزاي نقدر نوثق أو نتأكد من جودة عمل الجهاز بشكل يومي وجودة عمل التحليل نفسه بشكل دوري كل شهر أو كل ثلاث شهور عن طريق أننا بنعمل دابل تشاكينج أو التأكيد على جودة التحليل دي مع معامل مرجعية بعض هذه المعامل مرجعية بيبقى في مصر أو خارج مصر كمان أنا مشكرك جدا على كل التفاصيل وعلى وجودك معنا يعني بسانت وأحمد ده كان لقائنا مع دكتور إسلام أبو يوسف وهو نائب رئيس الهيئة العامة لإعتماد والرقابة الصحية قدرنا نعرف تفاصيل إطلاق المنصة التعليمية الأولى من نوعها والخاصة بتطبيق عدد من المعايير للرقابة ولإعتماد المعامل الطبية كجزء أكيد من منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بتطلقه الدولة خلال الوقت الحالي برجع لكم مرة تانية في الستوديو شكرا جيرمين إبراهيم مراسل صباح الخير يا مصر على هذه التغطية المميزة دايما كما اعتدنا منك يعني في البرنامج